نساء الخير عليكم او صباح الخير عليكم مشاهدين قناة سمعة سعاد كديري اللي بسعبكم نتمنى هاد الفيديو يلقاكم في صحة جيدة ان شاء الله اليوم غدي نتقسم معكم واحد الوصفة شفتها مؤخرا دايرة درجة كبيرة في اليوتيوب وقلت علاش لله لما نجربهاش وفي نفس الوقت غدي نشاركها معكم الوصفة اللي غدي نجرب معكم اليوم وهي الوصفة دي الحريرة بالطريقة اللي غدي تشوفوا قدامكم اذا عندي كاس دي اللادس كيف ما كتشوفوا بالنسبة التوابل عندي ملقة دي السمن عندي التحميران اللي بزار سكين جبير خرقوه ونص ملقة دي القرفة بالنسبة للقرفة كيني الناس اللي كديروهو كيني الناس اللي مكديروهاش يعني كوب واحدة لحسب المنطقة ديالو عندي ملقة كبيرة عامرة دي المتيشة للحك عندي خليط ملق زورو المدنوس والكرافس غدي ندير تقريبا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شاركوها. وقلت لما لا نشوف حتى انا نجرب ونشوف النتيجة. اذا غدي ندير الماء الكافي اللي يغطي لها هاد المقادير او المكونات كلها. بدي نسبة الحمص منتوفرش همدي الحمص فازك. اذا غدي نستعمل غدي ندير المدية لي وغدي ندير الزيت والملح. وغدي نربط الكوكوت ديالي الطيب ونطلقه باش نشوفه المرحلة التانية. من بعد مرور عشرين دقيقة تقريبا غدي ناخد واحد الاناء اللي غدي نحط في هديك الحبة ديال الطماطم مع هديك البصلة. وغدي نمشي نطحنهم. هديك البصلة. غدي نعود نرشحها للطنجرة ديالي. وغدي ندوز باش غدي ندير خليط ديال الدقيق والماء باش غدي ندور للحريرة. نقدر نقول من التجربة ديالي الشخصية انها فكرة عملية. انا ننضيفه البصلة ومطيشا بهات الطريقة هدي. اه كتربحي الوقت. بالخصوص بالنسبة للسيدات اللي ما كيكونش عندهم الوقت. باش يحضرو هديك التحضيرات الاولية ديال شهر رمضان المبارك. خصوصا اه ان شاء الله رمضان على الابواب. كان الناس اللي كتدير واحد التحضيرات الاولية. من من تحضير صلصة الطماطم. من تحضير قزور ومالنوس. الشباكية. البريوات الاخ. المهم هاد الفكرة ديال الحريرة. يعني واخد تخضيه في اي وقت. اتنصبي الحريرة ديالك العاديا اللي مولفا. وقد ديري هاد القضية وهان ترابحي الوقت. وشارب حريرة هنا. ان شاء الله. اتمنى هاد تجربة اللي شاركتها معكم تكون للاعجاب ديالكم. وجربوها ايضا. كانين ايضا بعض الناس اللي ما كيكونش متوفر عندهم كونجيلاتور كبير. يعني ما يمكن لهمش يديروا بزاف ديالتحضيرات. فهاد الفكرة هادية يعني غتع فيك من هديك التحضيرات اللي كننحضرو مو سبقا. كيف ما لحتو دبايا لدورة الحريرة ديالي بالدقيق و ودرت الشعرية. غدي نضيف هاداك الشوية الربيع اللي كنت خليت من الاول. وغدي نخلي الحريرة ديالي زديد تغلى. حتى ما كتبقاش فيها هديك الرغوة اللي كنشوفها من الفوق. الحريرة ديالي رافقتها مع واحد لسيجار ديال البطاطا والجبل. فكرة سهلة سريعة تحضير. كيف ما عودتكم دائما. اذا عندي هنايا القليل ديال البطاطا ممعوسة او مطحونة. غدا نضيف لها القليل من الملح والفلفل الاسود. والقليل من القوزة مطحونة. عندي تقريبا ملعقة كبيرة من المعدنوس. ملعقة كبيرة من القشدة الطارية. ثم نضيف اي نور من الجبن المتوفر عندنا. غادي نخلط جميع هاد العناصر مع بعضها حتى الجانس جميع المكونات. وغادي ندوز باش غادي تشوفوا الطريقة كيفاش غادي نشكل هاد الاصابع او لسيجار. بالنسبة ليا متوفرة عندي هاد الورق ديال الفيلو هو اللي غاستعمل. يمكن لكم تستعملو الورقة اللي كن نديرو بيها البسطيلة. ما كنش حتىش يفرق يعني نفس النتيجة. كناخد هاد الورق كناخد جوج ديال الورقات. كندهنها بالقليل من الزيت. وكناخد القليل من هديك العجين ديال البطاطا كنديرو حرابل بها الطريقة كيف غا تشوفو. وكنسد على الورقات ديالي. غادي نخلل لكم الفيديو راه واضح جدا. هاد الورقات الفيلو واخت قطع لكم ما تخافوش منها. يعني راه هاكا تسودة بسهولة. غادي نكمل الكيمية كلها اللي عندي. ومن بعد غادي ندهنها بالزيت المتبقي عندي. غا ندخلها الفران باش تحمر. قبل ما ندخل الفران كنقطعها. المهم هو الفيديو راه غادي شرح لكم كل شي. هنتم كيف ما شفتو في هاد الورقة هادي كنت قسمتلي على جوج. ولكي مع ذلك خدمت بيها. ما ما تخافوش منها نهائيا. مبقالية الا نقول لكم نتلقى في نهاية الفيديو باش نشوفوا التقديم النهائي للوصفتين. يعني الحريرة وهاد اللي سيقا غادي للبطاطا. نتمنى انهم يكونوا نال الاعجاب لكم. اه سواء التجربة اللي شاركت معكم كيف ذكرت سابقا. سواء هاد اللي سيقا غادي للبطاطا. يلا عجبتكم الوصفة. ما تنسوش تبرتجي وعفوان مع الاهل والاصدقاء ديركم لتعم الفائدة. ومن هنا غادي نقول لكم الى فيديو لاحق مع وصفة جديدة على قناتكم مع سعاد. مع السلامة. موسيقى اشتركوا في القناة